بركاته شخص من جنسية خليجية يتزوج فتاة من جنسية عربية حسب ما انتشر ولكن انا اقول الله يبارك لهم ويتمم عليهم بالخير لا جدال فيه ولكن اجماعة لبس الخليجي بنات صديقات العروس او صديقات المعرس او اهل العروس داشتين زفة بنات لابسين اللبس الخليجي التراثي القطرة او الاشماق او العقال او الدشداشة يا جماعة هذا شيء يسيء له للخليج ما نرضى فيه ولا نقبل فيه بنات يلبسون لبس عادات من الرجال لبس الرجال لبس الفخر والعزة حننا تعودنا عليه خلاص اليوم اجدادنا وابانا وما زلنا احنا يا الشباب وبعدنا والمستقبل ورجال القادمين وشباب القادمين هذا لبسوا معاداتهم متقاليدين بالمناسبات بكل شيء رسمي ولكن ما نرضى من يلبسون شخص البنات ما اقول احنا يا الرجال باتر ولا صديق او ربعي انا اتزوج يلبسون لبس نقابات ومراقع ترضعون فيها شوان شدي يلبسون لقال دون الخليج